اشتركوا في القناة وفي قدرتهم على قيادة كرة القدم العالمية نحو مزيد من التطوير واضاف سموه ان البحرين حكومة وشعبا ينتابها فيض من الفخر والعزة بما حققه الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة في انتخابات الفيفا فقد كان خير من يمثل البحرين وشعبها في هذا المحفل الرياضي العالمي وكان قاب قوسين او ادنى من الوصول الى رئاسة هذا التجمع الكروي العالمي ويكفي البحرين فخرا انه كان ندا قويا لمنافسيه في الانتخابات وحتى خسارته شكلت انجازا حيث كانت الاضواء العالمية وبالاخص الرياضية مسلطة على البحرين والعرب وعرف العالم بشكل اوسع انجازاتها الرياضية واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة يتاكئ على تاريخ حافل بالنجاحات والانجازات والاكتسبات التي حققها لكرة القدم المحلية والاسيوية والدولية تجعله مؤهلا لقيادة اي موقع رياضي فقد تمكن في فترة وجيزة من النهوض بالكرة الاسيوية عبر رئاسته للاتحاد الاسيوي لكرة القدم ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير مختلف مكونات اللعبة على كافة الاسعدة وعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لكافة الدول التي وقفت مع البحرين في انتخابات الفيفا والتي امنت بقدرة ابناء المملكة على قيادة التغيير والتطوير للكرة العالمية كما وجه سموه تحية شكر وتقدير لشعب البحرين على مشاعر المحبة والمساندة التي اظهرها طوال فترة انتخابات الفيفا وحي سموه الاعلام والصحافة الوطنية التي شكلت خير متحدث باسم انجازات البحرين الرياضية وبيّنت قدرتها على تبوئ اعلى مراكز القرار في التجمعات الرياضية الاقليمية والدولية كما شكر سموه الصحافة العربية والعالمية التي تبنت المصداقية منهجا في تعريف شارع الكروي العالمي بمنجزات الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة التي تؤهله لقيادة الفيفا متمنيا سموه لشيخ سلمان بن ابراهيم كل التوفيق والنجاح شاكرا ومقدرا له جهوده في رفع اسم مملكة البحرين وعالمها خفاقا في المحافل الرياضية الدولية